لقيت الجنبار الجامبو رخيص برخص الطراب لقيته يا جماعة أقل من اللحمة وأقل من الفراخ فقلت بما أن الجنبار الجامبو بقى رخيص قوي كده فجيب كارتونة وجبت كارتونة خمسة كيلو وما تخيلتش تطلع بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده عايز أقول لكم أن أنا جوزي بقى مش مصدق ولا مستوعب أن مراده صدت شطرة بالشكل ده عايز أقول لكم نزلت سوق العبور لقيت الجنباري الكارتونة دي سعر لها جملة الكيلو سعره 280 جنيه في شركة السحاب في سوق العبور لقيت الكارتونة بتاخديها شروة يعني إيه شروة يا صورة؟ يعني الكارتونة فيها الجنبار الجامبو اللي قد كاف في إيدك وفيها الجنباري الصغير اللي قد نص صباعك يعني فيها جميع الأحجام وفيها الجنباري اللي قد صباعك وفيها الجنباري الوسط فيها جميع أحجام الجنباري فأنا بقى تشامللت وجبتها جبت الخمسة كيلو دول وقعدت أطلع بقى الجامبو وأطلع الوسط فأقولت أروأ عليهم النهاردة بشوية جامباري مقليين وشوية شربة لو حد شربهم فعلا عقله هيروح في حتة تانية شربة كده المعلقة ما تنزلش المعدة لا دي تنزل القلب إحنا هنعملها للغالب والغوالي زي ما أنتوا شايفين كده أنا أشرت الجامباري بتاع الشربة وشلت الراس بتاعته مش يعني شلت الشعر بتاعه بس لازم القشري يبقى موجودة عشان تشربه أحلى شربة أما الجامباري المقلي أنا أشرته وجبت خل خشب رقيت أشيل السلسلة بتاعة الرمل اللي في ظهرها عشان دي ما بتبقاش زريفة أثناء الأكل وبعد كده هحط عليه بقى شوية كمون على شوية ملح على شوية كزبرة نشفة على 3-4 لمونات مع صورين حلوة قوي زي ما أنتوا شايفين كده حطيهم على الملح والكمون والكزبرة النشفة كده دي بقى طريقة الاسم معلوية معلقة كبيرة من الطوم ومعلقة كبيرة من الفلفل السفايسي المهروس أهو معلقة مهروسة طوم ومعلقة مهروسة فلفل أخضر سفايسي وقلبي التدبيلة دي كده واسيبيها ساعة في التلاج وقلي أحلى جنبري مألي في حياتك أما الشربة لو شفتيها بقى في الآخر حاجة كده وهم أحلى شربة تعمليها طاسة كبيرة وفيها معلقة زب كبيرة ومعلقة زبدة كبيرة ولازم معلقة الزبدة عشان تدي طعم للشربة بتاعة الجنبري عايز أقول لكم شربة الجنبري دي تضرف النفوخ حاجة كده عظمة شربة مركزة اللهم بارك حاجة كده تحفة التحفة هرمي الجنبري اللي إحنا أسقصناه شلنا الرجول بتاعته والشناباب بتاعته وغسلناه كويس هرمي كده أشوحه في الزبدة والزيب هرمي معلقة طوم صغيرة وبعد كده هرمي بصلايا ما قطعها جوليان واشوح البصل والطوم والجنبري في بعض زي ما أنتوا شايفين كده بصوا تحفة بعد كده هنزل بفلفل أخضر وفلفل أحمر وفلفل أصفر تجميعت كده فلفل ألوان كانوا عندي في التلاجة بس بيخلوا الشربة عسل نحل ده غير أن أنا بحط جزرية كبيرة مبشورة بتخلي الشربة لونها وطعمها في حتة تانية فعلا بتبقى شرب الجنبري كده بتعم عسل النحل شوحي بقى كل الخضار ده كده مع الجنبري انزلي بقى يسبت الكل بشوية كمون وشوية كزبرة نشفة وشوية ملح ولو أنت بتحبي الفلفل الشطة حطي زي ما أنا حطيت أنا حطيت فلفل سبايسي عشان إحنا بنحبها فيها سنة شطة لو مش عايزة فلفل أخضر شطة حطي شطة نشفة مفيش مشكلة بس أنا ما بحبش الشطة النشفة بحب أستخدم الحاجة الفريش هنزل بعصير اللمون لازم تعصري لمونتين كبار وعندي كباية مية سخنة بتغلي كباية واحدة بس يا صارق أهو عشان الكباية دي لما تغلي مع الجنبري هتخلي الخضار يسرد المية بتاعته وتبقى شربة مركزة كده طعمها فيها لكن لو قطرت المية تبقى شربة كتير وهتلاقي طعمها راح وطعم الجنبري راح فكباية مية هتديك الطعم اللي بصي الكل يحرف ويتحالف به زي ما انتو شايفين الجنبري التابل في التدبيلة بتاعته بعد ما التابل جبت الدقيق وبدرته بالشكل ده وبعد ما تبدريه لازم تسيبه ساعة في التلاجة عشان التدبيلة تنسك فيه وبعد كده هجيب طاصة فيها زيت غزير سخر وهحط فيها الجنبري بس لازم زيت يكون سخني مغلي وترمي الجنبري ويعي تقلبيه لو قلبتيه كثير هتلاقي القشرة بتاعته دي وقاعدة هي تقليبة واحدة وبعد كده لما يتستوي هتقوم يمطلعه بالشكل ده وهترصيه بالشكل اللي هورهه لك هصفيه كده وطلعه تقليبة واحدة وبعد كده يطلع لما يستوي زي ما انتو شايفين بصوا بقى الشربة دي شربة الجنبري كل اللي هيكلها من ايدك هيدعي لك هتغذي عين جوزك وقلب جوزك لما تعملوله الشربة دي حاجة كده والله يا بنات تخلي الواحد يغني شايفين جمال الشربة شايفين السوس بتاعها قليل وطعمه باين اخذ طعم الجنبري انت هتحب الشربة او كل اللي هشربها هيحب الشربة اكتر من لحم الجنبري نفسه وعملت شوية صلطة خضرة وعملت شوية صلطة طحينة وحطيت اللمون لان انا بحب وانا باكل الجنبري احط واحدة كده في اللقمة واعصر عليها لمون انا من عشاء اللمون زي الفسيخ كده اكل واحدة عليها عصرة لمون شايفين باقي الجنبري بالاشرة بتاعته بصو جمال شايفين اللون بجد جربوه طحفة